مدرسة على الهواء اكتر على الاسئلة على شابط روان كلها وهنحاول كمان نعمل ريفيجين كده سريع على الجوزيات اللي رسناها في يونت وانت وانت سري يلا نبدأ مع بعض كده القصة بتاعتنا بلاك بيوتي هفكركم بس الاول بالمين كاراكترز الشخصيات الرئيسية اللي عندنا في القصة فاكرين طبعا البطل بتاع القصة او راو القصة كمان اللي هو بلاك بيوتي حد يفكرني كده لو جالك سؤال وقالك هو إز بلاك بيوتي مين بلاك بيوتي تقوله ايه بلاك بيوتي نشوف مع بعض the black horse who tells the story he is the black horse the black horse who tells the story اللي بيحكي لنا القصة former gray former gray black beauty's first owner ده الملك او الملك البلاك بيوتي سكواير جوردون خدنا سكواير جوردون قلنا سكواير جوردون the first owner who black beauty works for او ممكن اقول عليه برضو زا second owner يعني ممكن اقول الملك التاني بتاع black beauty الملك الاول اللي هو farmer gray والملك التاني سكواير جوردون او يعتبر يعني احنا بنقول عليه هنا الملك الاول ان هو اول واحد black beauty كان كبر وبدأ يشتغل عنده وما كان شو صغير كان كبر عندنا كمان mrs gordon طبعا mrs gordon is square gordon's wife the zoo get square gordon john manly a boy who helps john manly a boy who helps john manly a short fat horse who carries the children at square gordon's حسان اسير carries the children ده اللي كان بيحمل الاطفال عند square gordon ginger black beauty's friend who had a difficult past ده صديقة black beauty وكان ليها ماضي سيء وعارفين احنا شرحنا قبل كده موضوع الماضي السيء ده قلنا ان people used to hit and bite hair كانوا بيضربوها طب بمناسبة الكلام عن ginger تعال نشوف سؤال كده مع بعض سؤال من اسئلة critical thinking اللي احنا طبعا منحب نركز على اسئلة دي في الاهتمام الوزارة في الفترة الجاية كلها على اسئلة critical thinking لو قال لي why do you think ginger used to bite and kick نفكر مع بعض كده بيقول لي why do you think ginger used to bite and kick ياريت نفكر مع بعض كده طبعا احنا احنا اتكلمنا عن ginger وقلنا she had a difficult past ان كان عندها ماضي سيء people weren't kind to hear طيب الجزئية دي احيانا لو جاب هالي في اسئلة critical thinking انا ما اتخضش من حاجة خالص يا كل حكاية ان انا عاوزني اتكلم عن وجهة نظري انا يعني انا ممكن اقول ايه تاني في الجزء ده ginger used to bite and kick because ممكن اقول because she had bad experience وطبعا experience هنا انا جمعتها لان انا اقصت بها مش خبرة لا she had bad experience يعني كان عندها خبرات او تجارب سيئة التجارب السيئة دي بتتمثل في ايه ان people treated hair badly الناس كي بتعملها بطريقة سيئة يلا نشوف مع بعض زي ما قلنا هنشوف الاسئلة اول سؤال عندنا بيقول لي who is the author of the story نحاول بقى نشوف الاسئلة ونكتب الاجابات عندنا في كراثتنا who is the author of the story مين مؤلف القصة مم؟ نعم تمام مؤلف القصة is anna sewell anna sewell who was the first owner of black beauty من المالك الاول لبلاك بيوتي تمام farmer grey how was farmer grey a good man ازاي كان راجل طيب يعني احنا في القصة قلنا عليه انه راجل طيب ليه he gave them healthy food كان بيدي الحسنة طعام صحي and spoke kindly كان بيكلمهم برفق what did the biggest horses do when they got excited حاول تفتكر الجزئية دي كده يعني السؤال ده مش موجود في كتب كتير قوي لكن الجزئية دي في اول شابتر 1 بيكلمني عن horses what did they do when they got excited كان بيعملوا ايه لما يكونوا فرحانين اوي they used to do what نشوف كده مع بعض الاجابة they kicked and pit other horses كانت بتعد وترفس الخيول الاخرى what did black beauty's mother advise not to do she advised him not to bite or kick even when just playing يعني ما يعدش ولا يرفس حتى لو كان بيلعب describe كلمة describe نكتبها في كرستنا معناها صف او اوصف describe black beauty when he grew up اوصف black beauty لما كبر he grew tall strong with a black coat with one white foot and white star on head يعني كان كبر بحثان طويل وقلنا كمان with one white foot قدم له قدم واحدة بيضة and white star ونجمة بيضة on his head على رأسه who was the new or second owner of black beauty من المالك الثاني او المالك الجديد لبلاك بيوتي اللي بلاك بيوتي تبع له he was square gordon who lived in بيرتويك بارك كان عايش في بيرتويك بارك who looked after black beauty مين كان بيرعى بلاك بيوتي طبعا الكلام ده عن سكوير جوردن من كان بيرعى الخيول هناك او بيرعى بلاك بيوتي john manley gordon's kind heilbert ده المساعدة الطيب بتاع سكوير جوردن why did ginger often kick and bite دي قلناها قلنا because people weren't nice to hear in the past وممكن قلنا كمان because she had bad experiences or people weren't kind to hear in the past what did the children bring mirelegs طب مين ميري لغز اصلا يعني مين ميري لغز ميري لغز قلنا انه هو short fat horse ده كان الحسام قصير وتخين what did the children bring كان الاطفال بيجيبوا ايه الميري لغز they brought him apples and nice things they brought him apples and nice things what name did the wife suggest for the horse and why احنا طبعا بالنسبة للجزئية دي احنا عارفين مين اللي سمى بلاك بيوتي الاسم ده اللي سمى سكوير جوردن's wife زوجة سكوير جوردن تب ليه سميته الاسم ده تعال نشوف مع بعض كده she suggested calling him black beauty اقترحت ان يسموه بلاك بيوتي as he was handsome لانه كان وسيم هي كان بتكلم زوجها سكوير جوردن وكان اما رجع من بره ومعها بلاك بيوتي لو تفتكوا رجاء الجزئية دي عايزة فكركم بيها لما رجع من بره بتقول له how is your new horse حصانك الجديد عامل ايه قال لها perfect ممتاز فقال لها what do we suggest we call him تقترح نسميه ايه فقالت he is handsome انه هو وسيم why don't we call him ما تيجي نسميه بلاك بيوتي الجمال الاسود فمن هنا طلع عليه الاسم ده اللي هو بلاك بيوتي what happened that made ginger think that some people could be good ده كان turning point نقطة تحول في حياة ginger انها غيرت رأيها في البناء ادمين احنا قلنا she had difficult past كان عندها ماضي سايق بس حصل حاجة كده خليتها تغير رأيها في الناس وما بقيتش تكره الناس زي الاول ايه الحاجة دي هي اللي خليها غيرت رأيها لما لقت سكوير جوردن بيزع وغطبان من الراجل اللي كان بيدرب الحصان بتاعه وكان بيقوله a horse is not a machine why didn't Marylegs kick the children طبعا احنا فاكرين الواقع دي حد بكده حاولوا تفتكروا معايا كده اللي نسيها Marylegs through the boys of يعني رمت الاولاد وقعتهم من على ظهرها Marylegs وقع الاولاد من على ظهره طب ليه why didn't he kick them ليه مراكلش الاولاد وخلاص لما حتى جينجير بتقوله why didn't you kick them قال لها ايه because he didn't want to hear them ما كانش عايز يأذيهم and if he did so لو عمل كده they would sell him to unkind people كان خايف ان يتباع لناس مش كويسة أو ناس تضربوا كده فعشان كده he didn't kick the boys he also he just threw them off يعني وقعهم من على ظهر أو رماهم من على ظهر ده كان جزء النوع الاول من الاسئلة اللي بيجيلي في الستوري احنا عندنا نوعين من الاسئلة بيجونا في الستوري في سؤال open ended اللي احنا شفناه من شوية ده سؤال الانصر تاني سؤال بيجيلي في القصة سؤال الماتشنج ناخد بالنا ان دول النوعين اللي بيجولي في الستوري نشوف مع بعض ايه اللي ممكن يجونا في سؤال الماتشنج في شابتر 1 black beauty's mother أم black beauty black beauty had one grey spoke to the horses can be kalim الخيول gordon lived in كان عايش فين gordon لا سكوار gordon نشوف كده كولوم P pirtwick park kindly white food advised him not to bite حاسبكو كده هديكو فرصة كده تفكروا في الاجابات حاول تقرأ كولوم A العمود A و كولوم P ونوصل بالراحة كده اول جملة عندك black beauty's mother يا ترى نوصلها بايه black beauty's mother وعندنا على فكرة اختيار اخير ليه badly black beauty's mother yes تمام advised him ام black beauty نصحته not to bite انه ما يعدش طيب الجزء الثاني black beauty had one black beauty كان له ايه واحدة بس had one تمام had one white food طيب grey spoke to the horses grey كان بيكلم الخيول في عندي الاختيارات الفضلة بيرتوك بارك وكايندلي وبادلي spoke to the horse كان بيكلم الخيول ازاي yes he spoke to the horses كان بيكلمهم بعطفة او برفق gordon lived in gordon كان عايش فين square gordon he lived in بيرتوك بارك المكان اللي كان عايش في اسمه بيرتوك بارك ده احنا كده راجعنا مع بعض وكملنا chapter one وشوفنا انه عند الاسئلة اللي ممكن يجولي في chapter one في القصة بتاعتنا black beauty في حلقتنا اللي فاتت كنا قدمنا لكم active and passive المبني المعلوم والمبني المجهول بس كان فيه جزئية كده ما شرحناهاش اللي هي تحويل الاسئلة ازاي احاول سؤال من active ل passive ملحناش في الحلقة اللي فاتت نكملها نشرحها تعال نشوف مع بعض حنشوفها حتى في سؤال كده ازاي ممكن يجيلي السؤال على active والبس لو قلت مثلا how do people cook rice تمام دي جملة جائلة بقولي how do استخدم is على فكرة احنا انت ممكن الوقتي ان شاء الله هتفهمها بمنتهى السؤولة بس هيه في الامتحان بتبقى صعبة شوية لان طالبة كتير بيقولوا طب ايه علاقة is بالجملة انا هجيب is ازاي ايه علاقتها بالموضوع لا is هنا انا هستخدمها لما حول الجملة ال passive لمبني المجهول اما اجي حول الجملة دي ال passive انا هنحاول نقول الرول القاعدة كده باختصار اول حاجة بابدأ بيها question word اداة الاستفام وطبعا الجملة في المضارع ف هجيب is او are وبعد ديها هجيب object المفعول وبعد المفعول هجيب past participle وكان فيه تكميلة هكتبها يبقى نكتب القاعدة دي كده في كراستنا ونحاول نمشي عليها ونطبقها في الجملة اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي علشان خاطر نعرف نحول السؤال لان اصلا اليونت مش بيناقش ال active و passive هو بيناقش ال active و passive من خلال question السؤال مش الجملة العادية statement ازاي احاول الجملة دي من active ل passive القاعدة انا كتبتها لك قلنا بنبدأ بال question word اداة الاستفهام بعدها بجيب is او are وبعدين اجيب object المفعول وبعدين past participle تصريف الثالث للفعل يلا كده هنبدأ مع بعض انا عايزك تقول معي كلمة كلمة يعني الجملة قدامك اول حاجة اداة الاستفهام ايه اللي موجودة في الجملة اللي فوق تمام اداة الاستفهام how هبدأ بhow اجيب بعديها is او are هقول how is تاب لي يا مستر از لان انا هجيبي المفعول اللي بعديها اللي هو وده مفرد اقول how is rice وبعدين التصريف الثالث للفعل التصريف الثالث اللي هي كلمة cooked التصريف الثالث من cook cooked يبقى انا كده حولتها من active ل passive من مبني المعلوم لمبني للمكون طيب يلا نشوف جملة تانية لو اه حوريكي النوع التاني من الاسئلة اللي هو اسئلة اللي هو yes no question يعني لو جات لي جملة زي دي مثلا بتقول لي does mona clean the flat انا هعلمكو طريقة جميلة قوي كان بيعلمهالنا زمان في تحويل السؤال من active ل passive من مباشر لغير من مبني المعلوم لمبني المجهول كان مدرسنا بيعلمهالنا بخلال ثلاث خطوات يعني انت لو معرفتش تطبق القاعدة مباشر مرة واحدة كده اعملها بالخطوات اللي انا هقولها لك دي اول خطوة جاوب على السؤال ده تعاين جاوب كده مع بعض السؤال ده yes هنجاوب في الاثبات يبقى اول خطوة عملتها ان انا جاوبت السؤال جاوبت السؤال في الاثبات تمام؟ طيب الخطوة التانية حول الجملة اللي انت عملتها دي خليها passive طيب هنخليها passive ازاي؟ يفتكر بقى الخطوات احنا قولنا اول حاجة نبدأ بالمفعول هرقى the flat is cleaned المفعول وبعدها is or are will pass to participle التصريف الثالث يبقى دي كده step two الخطوة رقم اثنين طيب الخطوة التالتة ان انت رجع الجملة اللي طلعت لك دي خليها سؤال مرة تانية يبقى هرقى is the flat cleaned by mona يعني هل الشقة بتنظف بواسطة mona يبقى احنا كده عملناها passive ولاحظوا ان في سؤال في جملة مطلوب مني ان السؤال ارجع اخليه سؤال مرة تانية يعني الجملة بدأت سؤال ورجعنا في الاخر بقت سؤال برضو ودي step number three الخطوة التالتة يبقى هما نجي نحول السؤال اللي هو yes no question اللي هو اجابت yes or no لو لقيت نفسك مش عارف تحولها مباشر كده امشي بالثلاث خطوات دول مرة تانية دي خطوات بسيطة وسهلة كنا نتعلمها و احنا صغيرين علشان خاطر لو جملة طويلة و انا مش عارف احولها امشي بالخطوات دي هعرف احل اول حاجة جاوب السؤال ده ب yes قلنا yes mona cleaned the flat بعدها احول الاجابة دي passive اخليها مبني المقول الخطوة التالتة ارجعها تاني خليها تبقى سؤال ابدأ بال helping verb اللي هو is يبقى is the flat cleaned by mona هتطلع لك في الاخر الرول القاعدة اللي احنا قلناها ان انا هبدأ ب is او are وبعديها هجيب object المفعول وبعدين past participle تصريف التالت للفعل وبعديها pi plus subject by وبعديها الفعل يبقى دي كده الرول القاعدة اللي صلعت لنا في الاخر عرفت تتحول الجملة مباشر يبقى تمام خير وبركة ما فيش مشكلة ما عرفتش امشي بالخطوات دي هتلاقي الجمل سهلة جدا معك طيب تعال نشوف مثال كمان كده على تحويل ال question من active لباسف لو اداني الجملة بتقول where do they make cars اين يصنعون السيارات where do they make cars تمام ده question سؤال وحيطلب مني دلوقتي حالا ان انا حوله لباسف تعال نشوف كده where do they make cars وراح اقيل لك استخدم made لاحظ ان سؤال ال right ممكن يجي لك بكذا طريقة يعني ممكن هنا يقول لك استخدم made ممكن يقول لك استخدم or كده كده في الاخر هو طالب منك ان انت تحول الجملة من active لباسف من مبني المعلوم لمبني المجموع فكر كده معي ازاي احول الجملة دي من active ل passive الجملة مرة اتنى بتقول where do they make cars وعايزني استخدم made يلا نقول مع بعض كده احنا قلنا القاعدة هتبقى where نجيب بعدها is وال are طيب المفعول بتاعك ايه المفعول بتاعك انا cards انا مش هكتب is وال are طيب car زي يبقى كده هجيب قبليها are يبقى where are cars والتصريف التالت اللي هو made يبقى where are cars made يعني اين تصنع السيارات طيب تعال نشوف مع بعض جملة كمان لو قال لي what do they they boy what do they boy طيب انا عارف ان دي هتبقى صعبة شوية انا 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 يعني بتعمد احيانا ان انا اتجيب جمل صعبة شوية بحيس ان احنا نفكر لان فيه بعد الطلبة هيحطاره شوية في object المفعول هنا what do they boy انا ما اجي حولها امشي بنفس ترتيب الخطوات اللي احنا قلنا عليها طيب طيب هيطلب منك ايه ببساطة جدا ممكن يطلب منك كلمة بوت بوت دي التصريفة التالت فيه ناس هتفكر ان انا ممكن بسهولة يا مستر اروح عايل ايه زي بوت اقول زي بوت مثلا اكس ده انت كده بتجاوب هو مش عايزك تجاوب اصلا اه 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 هو سؤال اه بس هو مش عايزك تجاوب عليه ده هو عايزك تحوله لباسف لمبني المجهول والسؤال يفضل سؤال واذا كانت جملة ستتمنت خابرية تفضل برضو زي ما هي ستتمنت طيب what do they boy هنحولها ازاي وعلى فكرة فيه نوع تاني برضو هقولكو عليه اللي هو السؤال بو برضو بقى فيه صعوبة شوية هوررونك دلوقتي بس الاول نشوف الجملة دي what do they boy ها هنقوليها ترى تبقى what is put by them what جبنا اداة استفاهم عادي جدا وبعدين is or will pass participle تصريف التالت للفعل طيب احيانا بيديني جمل زي ما قلتلكو بهو ويطلب مني ان انا احولها ال passive طيب انا هاوريك بس جملة بسيطة كده لو قلت مثلا the train القطار was invented اخترع by stefenson اخترع بواسطة واحد اسمه استيفنسون اما اجي اسأل بهو لاحظوا ان انا هاسأل بهو في ال passive في المبني المكهول هرقايل who was the train invented by طيب يعني بواسطة من اخترع القطار لاحظوا ان انا بدأت السؤال بهو وفي اخر السؤال يبقى معناها بواسطة من كده بقت جملة passive مبنية للمكهول النهاردة كملت معاكم chapter 1 وشوفنا 2 types of questions منعيني الاسأل اللي ممكن يقولي في chapter 1 القصة بتاعتنا black beauty ورجعت معاكم الاكتف والبس في unit 3 عشان مكناش كمناه في حياتنا اللي فاتت ان شاء الله في حياتنا الجاية هناخد unit 4 شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة